وضعنا الأول مشاهدين انفجار سينا حيث انتشر هاشتاغ حالة تواتر الأنباء عن هجوم استادف محيط مسجد في منطقة العريش والذي أسفر حتى الساعة وحتى وقت إعداد برنامج ترندنج عن أكثر من 200 قتيل و130 مصابا. وفي هذه الأثناء طبعا يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع اللجنة الأمنية التي تضم قادة أجهزة الشرطة والجيش والمخابرات. دعونا نلقي نظرة على الموقع في هذه الخريطة. هذه محافظة شمال سيناء المصرية حيث منطقة العريش التي وقع فيها الحادث. بحسب مصادر قبلية وشهود عيان وسكان في مدينة العريش فإن المسجد يقع على بعد 20 كم غربيا مدينة العريش بقرية الروضة. أول الصور مشاهدين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه صورة للمسجد من الخارج وهذه صورة أخرى لنمس المسجد. ولكن من الناس ترون الجرحة والناس يقومون بإسعافهم على الأرض والعدد الكبير للقتل مرجح للاتفاع. بسبب بعض المصادر تقول بأن بعض الجرحة حالتهم خطيرة. ولكن صور أخرى نشرتها شبكة أخبار سيناء على فيسبوك تظهر المصابين وعمليات الإنقاذ الجارية. حتى الآن هناك فرقة خاصة من الإسعافات قد بعتت من القاهرة إلى هذا المكان. وطبعا أعلنت حالة الحداد العام في مصر لمدة ثلاثة أيام. ولكن مشاهدين إذا ما ألقينا نظرة على التغريدات المتعلقة بهذا الحادثة. وخاصة منها تحتوي على بعض المعلومات. سيناء نيوز تقول عناصر الإرهابية المسلحة. استهدفت سيارات الإسعاف منذ قليل المتجهة لموقع التفجير بمنطقة الروضة الغربية العريش سيناء. وموقع بي بي سي عربي نقل تصريحا أو نقل بيان من حركة حماس تقول فيه استهداف المصلين في المسجد بشمال سيناء. تجاوز لكل التشريعات السماوية والقيم الإنسانية. أما السكان فيحاولون تحفيز الآخرين على التبرع بالدم. هذه بنت صاحبة وتر تقول. مطلوب متبرعين بالدم لكل الفصائل في مستشفى بئر العبد. بعد الحادث الإرهابي. الذي حصل في مسجد الروضة بالعريش. هاشتاغ انقذ حياة الناس. طبعا لمشاهدين لمتابعة معلومات إضافية عن هذه الحادثة. معنا من القاهرة أحمد الكيلاني مرؤسل بي بي سي. أحمد حادثة صادمة. ولكن عدد كبير للقتل وأيضا للجرحة. ما هي الرواية الرسمية للأسباب التي أدت إلى هذا العدد الكبير من القتل وجرحة؟ وفقا لما يردنا من أنباء ومن مصادر بعضها رسمية. فإن هناك تفجير تم داخل المسجد. ثم أقب ذلك اقتحمه بعض المسلحون. وأطلقوا النار على من كان موجودا فيه من المصلين. وقت صلاة الجمعة كما تعرفين هذا الوقت يكون فيه عدد كبير من المصلين داخل المسجد. ثم أن من حاولوا الفرار من داخل المسجد. كانت هناك مجموعة مسلحين أخرى تستهدفهم من الخارج. بإطلاق الرصاص عليهم. وهذا هو ما يفسر العدد الكبير من القتل والمصابين. في واقع الأمر هذا العدد غير مسبوق في كل تاريخ العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر. منذ عقود طويلة. هذا العدد هو الأطخم من نوعهم. وهو ما يفسر حالة الصدمة الموجودة التي تعيشها مصر حاليا. كما ذكرت تم أعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام. واجتماع الرئيس باللجنة الأمنية لازال مستمرا حتى اللحظة. ونحن في انتظار انتهاء هذا الاجتماع الذي يتوقع أن يصدر بيان بعد انتهاءه. طبعا العدد الكبير الذي تحدثنا عنه حتى الآن. وصلت لنا معلومات تقول بأنه وصل إلى 235 شخصا. هل هناك تبريرات من خبراء أمنيين أو متابعين. إذا كان عدد المسلحين أيضا كبيرا. ما الذي استشفيته؟ كيف يتناول الإعلام المصري مثلا هذه القضية؟ هل هناك صور كافية عن الحادث؟ هل هناك مثلا تحطم لأي أضرار حدثت في المسجد نفسه؟ يعني بداية فقط دعيني أؤكد أن عدد القتلى في هذا الهجوم حتى الآن من مصادرنا الرسمية. وفي حدود 200 وهو عدد بكل تأكيد ضخم وكبير للغاية. فيما تعلق بمسألة سبب هذا العدد الكبير. أولا الهدف الذي تم اختياره من قبل من قاموا بهذا العمل. هو هدف سهل جدا. هدف مدني بالكامل. لا يتوجد أي استحكامات أمنية ولا تواجد أمني ولا شرطي في هذه المنطقة. التي في الفترة الأخيرة لم تشهد هجمات كبيرة من هذا النوع. وبالتالي فهذا هدف سهل تماما كل من أم فيه مدنيون. بعض من تحدثت إليهم يتحدث أن الهدف الأساسي من هذا الهجوم. هو محاولة فرض السيطرة على عدد كبير من القبائل الموجودة في سيناء. بعض هذه القبائل تتعاون مع الجيش والشرطة. في مواجهة التنظيمات مثل داعش أو أنصار بيت المقدس. وما إلى ذلك. وبالتالي فهي رسالة شديدة موجهة إلى القبائل. وبالذات هؤلاء الذين يدعمون قوات الأمن في المعركة. مع هذه التنظيمات في المنطقة. لكن من النحية العسكرية هذه المنطقة لا تشهد تواجد عسكري وأمني. وبالتالي يمكن الحديث عن إمكانية تصدي قوات عسكرية لهذا النوع من الهجوم. ولكون الهدف كان سهلا ومدنيا فهذا هو ما يبرر نسبيا وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا. أحمد الكلاني مراسل بي بي سي من القاهرة. شكرا لك. شكرا لك.